انابى معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد الخليفة الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الايتان نجله الشيخ فهد بن سلمان بن عبدالله الخليفة مدير ادارة شؤون النفط والغاز بوزارة النفط لتكريم الفائزين في الدورة الثانية لجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الايتان بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017 وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة الذي اقيم مساء امس الاثنين بتنظيم من جمعية السنابل لرعاية الايتان وبالشراكة مع الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية كل اخذ نصيبه الوافي من التكريم الذي استحقته تلك المساهمات الايجابية التي ارتكزت على البعدين الاخلاق والخدمة المجتمعية خدمة جعلت همها الاكبر نشر البسمة في محيط كل يتيم قد يفتقد الى معيل يسانده او الى موئل يعينه على القيام بدوره التشاركي الفعال داخل المجتمع الذي يؤويه جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لمؤسسات رعاية الايتام بدول مجلس التعاون الخليجي في نسختها الثانية مشكات تستند عليها المسؤولية المجتمعية في تعزيز الارتباط بين رعاية الايتام والمجتمع ما من شأنه زيادة شريحة المتعاطفين والمساندين للايتام من مؤسسات وافراد بلا شك القطاع الثالث هو اكبر روافد التنمية والتنمية هي جزء من اوجه التلاقي والتكامل بين كافة القطاعات والدول ودول العامل تتلاقى دائما في مجال التنمية فما بالك بدول مجلس التعاون الخليج وهي أشقاء وبالتالي هي الأجدر والأولى بهذا التعاون والتكامل الاهتمام في اليتيم كمسؤولية مجتمعية وكخدمة يقدمها الوطن لليتيم فهو أيضا لا بد له أن يرد هذه الخدمة في بناء هذا الوطن فاليتيم جزء لا يتجزأ من المجتمع وهذا اعتقد من مبدأ المشاركة ومبدأ المساواة جدا مهم إن التوسع وتأصيل ممارسات الرعاية المجتمعية على تعدد أشكالها أمر له ذلك الوقع الكبير والدور الهام في تماسك المجتمعات وترابطها فضلا عن تلك المكافأة المجزية التي وعد بها سيد المرسلين لكل نفس سارعت نحو خدمة اليتيم وأشرته من خلال توفير احتياجاتهم التعليمية والصحية والتشريعية والاجتماعية وحتى النفسية منها إعطانا لهذه الجائزة فيه حافز للشخص المكرم للعطاء أكثر خصوصا إذا علم فضل كفالة الأيتام وأنه سيكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم القائل أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعي السبابة والوسطى كل عمل خيري على وجه الأرض هو بعد ديني وهو عبادة لله عز وجل وأنت تعلم أن الدين عند الله الإسلام يعني الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء كلهم بهذا الدين العظيم لا شك أن عمل الخير مفتوح للجميع لكنه في الإسلام يتميز بأنه عمل وريادة وعبادة فأنت تعبد الله وأنت ترعى اليتيم وأنت تعبد الله وأنت تتصدق وأنت تعبد الله وأنت تبتسم وأنت تعبد الله وأنت تقول كلمة طيبة إن تسليط الضوء على أنجع الممارسات في مجالات المسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الأيتام كافة لهي عملية تزيد من قناعة المجتمع بسمو أهداف تلك المؤسسات الرامية إلى تدليل كل الإمكانات ووضعها في مقام من فقد السند الحقيقي وأوكلوا مهمة تحديد مصير مستقبلهم بين يدي كافلين لهم حملوا أنفسهم ضرورة حماية حقوقهم على الوجه الأكمل في كل سنبنة مئة حبة وفي كل بادرة احتضان ومد يد العون لمن هم بأمس الحاجة لدفئها بارقة أمل ذات صلاحية ممتدة كامتدان شعاعها الوردي الذي لا يمكن للشمس ولا لغربالها حجب نور العطف والإحسان الذي يحمله لينير درب المنتصرين على ظروفهم لتلفزيون البحرين محمد رشادات وقد أشاد الشيخ فهد بن سلمان بن عبدالله الخليفة مدير إدارة شؤون النفط والغاز بوزارة النفط نائب رعي الحفل بالدعم والرعاية الكبيرتين التي يحظى بهم العمل الإنساني والخيري في مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله مثمنا توجهات جلالته السامية دوما بضرورة الاهتمام بالعمل الإنساني والخيري وتقديم الرعاية لأبنائه من الأيتام من داخل وخارج المملكة متوجها بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد الخليفة الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام لرعايته الكريمة لحفل تكريم الفائزين بهذه الجائزة الهامة التي تعد إضافة كبيرة لدعم جهود العمل الخيري في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بصفة عامة كما رفع الشيخ فهد بن سلمان أسمى آيات التهاني والتبركات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤسس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان في مدينة الرياض حفظه الله ورعاه بعد منحه جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية عن فئة الشخصية القيادية الفخرية الخليجية المسؤولة في مجال رعاية الأيتام مشيدا بجهود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تأسيس جمعية إنسان الناشطة في العمل الإنساني الخيري وكافة جهوده المباركة والرائدة في مختلف مجالات العمل الخيري والإنساني داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وأبارك الشيخ فهد بن سلمان بن عبدالله الخليفة لكل الفائزين بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية متوجها لهم بالشكر والتقدير على ما يقومون به ويقدمونه لمساندة ورعاية هذه الفئة الغالية من أبناء وبنات دول المجلس واختتم تصريحه بشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية السنابل لرعاية الأيتام الشيخ عدنان عبدالله القطان والعاملين في الجمعية وأعضاء اللجنة المتخصصة والمكلفة باختيار الفائزين والمكرمين للفوز بالجائزة وكل من ساهم في العمل الخيري بشكل عام ورعاية الأيتام بشكل خاص